بعد حوارات سياسية ومفاوضات معمقة بين الأطراف السياسية وعملية شد وجذب كبيرة أعقبت التظاهرات الشعبية الغاضبة وما رفقتها وتلتها من تداعيات استقرت بوصلة الاختيار على عدنان الزرفي لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة عدنان الزرفي المولود بمحافظة النجف عام 1966 والحاصل على شهادة الدكتوراه سبق وأن تسنم مناصب إدارية وأمنية وبرلمانية متعددة ساهمت في صقل خبراته وأضافت إلى رصيده الكثير وأهلته لأن يكون خيارا شعبيا للمرة الأولى منذ انطلاق العملية السياسية رئيس الوزراء المكلف سبق وأن عمل محافظا للنجف وعضوا بمجلس محافظتها وعضوا في هيئة الإعمار ونائبا بالبرلمان كل هذه المهام كونت لديه رؤية سياسية وأمنية واقتصادية يمكنها عبر المساندة الشعبية ودعم الأطراف السياسية من إحداث تغييرات كبيرة بواقع البلاد نظرته لمجمل العملية السياسية تفيد بأن الأخيرة تحتاج إلى قيادة سياسية ناضجة بعمومها لا أن تقتصر على رئيس وزراء فقط العراق يحتاج إلى قيادة وليس فقط رئيس وزراء يحتاج إلى قيادة سياسية ناضجة تدير دفة الحكم في المرحلة الانتقالية القادمة الزرفي يؤمن بأن الحلول الحقيقية للمشاكل التي أثقلت كاهل البلاد يجب أن تأتي عبر إجراءات استثنائية تشمل الهياكل الإدارية والاقتصادية لا بد أن تكون هناك إجراءات فوق الاعتيادية لإصلاح هذا النظام الاقتصادي ولإصلاح الهياكل الإدارية أيضا يشدد رئيس الوزراء المكلف على ضرورة أن تتحل القيادة السياسية بالشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة الحكومة القادمة عليها أن تكون شجاعة بما يكفي أن تتخذ من إجراءات حادة اتجاه القطاعات الغير منتجة وتصفيتها بغية المحافظة على نمط واحد من النشاط الاقتصادي في القطاعات الحكومية الخدمية والإنتاجية يحافظ على قدرة الدولة على الدفع الاستحقاقات الأساسية للموظفين الزرفي يؤكد أيضا أهمية إجراء إصلاحات تبدأ بمعرفة ملابسات الاعتداء على المتظاهرين لتنتقل بعدها إلى معالجة الخلل والضعف في قطاعات الدولة معالجة مشاكل الاعتداء على المتظاهرين والضعف في الاقتصاد المحلي وتفشي المرض في عموم المحافظات اعتقد هذه الملفات لا يستطيع رئيس الوزراء المكلف وحده أن يدير هذه العملية خلال السنة القادمة وإنما يحتاج إلى فريق لكن رؤية الزرفي للمعطيات على أرض الواقع تقضي بإعطاء الأولوية للتخلص مما يصفها بالطبقة الطفيلية التي تسللت إلى العملية السياسية وأربكتها متسترة بالغطاء الوطني والديني هذه الطبقة الطفيلية يجب أن ترحل من جسد الدولة ويجب أن ترحل من تحت مظلة القوى السياسية التي جاءت إلى السلطة ووجدت هذه الطبقة أمامها تتستر تارة بالوطنية وتتستر تارة بالدين والمذهبية وغيرها ما يطرحه رئيس الوزراء المكلف يمثل بمجمله رسائل عديدة ويبعث الكثير من الأمل بأن تسير الأمور في الأيام المقبلة وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وبما يحقق تطلعات الملايين من أبناء وطننا